الآن المستهدف واضح وزارة الطاقة ووزارة الدفاع الأهم اللي هي سوت صفقة الأس 400 مع روسيا وغيرها والليرة التركية مثل ما حضرتك تفضلت فبالتالي أكو ضربة للاقتصاد مباشرة وضربة إلى السلاح التركي وصفقات السلاح التركي المستقبلية وهي يعني في معارك وفي حروب ما تعتقد على المدى البعيد هذه راح تضعف مقدرة تركيا على اجتياح المناطق بهذه الطريقة على الأقل في السنوات الثلاث القادمة يعني أنا أعتقد أن تركيا لا تدخل معركة مع جيش يكافئها ولا تدخل معركة مع جيش أخوى منها وإنما تدخل معركة مع أطراف صغيرة في المنطقة مثل قوات البككة بالعراق أو قوات البككة في سوريا وهي أطراف لا تتناسب من النحية العسكرية مع القدرة العسكرية التركية فالقدرة العسكرية التركية لا تتضرر كثيرا من النحية الميدانية ومن النحية الواقعية ومن القدرة اللوجستية بهذه الإجراءات يعني مثلا بريطانيا رح تلغي صفقات السلاح فرنسا رح تلغي صفقات السلاح مع تركيا هو الجند التركي الآن المخاتل الآن يحتاج طلقة عتاد فرنسية أو بريطانية ورح تمنع عنه فرح ما يستطيع أن يقاتل أنا أعتقد هذا تضليل إعلامي هذا توجيه لتبرير الاتفاق الذي جرى بين أورديغان وترامب على أدارة ملف داعش مجددا الموضوع الداخل في موضوع الاجتياح التركي لسوريا هو السماح بإعادة ملف داعش مجددا لتحويله إلى بوعبع لإخافة دول المنطقة هناك رغبة بإخافة الحكومة العراقية وهناك رغبة بالاستفادة من هذه القوى الإرهابية مجددا وأنا أعتقد أن هذا الاحتلال التركي لسوريا سيتيح لتركيا القضاء على خطر كيان كردي مستقل أو كيان كردي لا يرتبط بالدولة السورية يجاور الحدود التركية هذا تركيا تنزعج منه كثيرا ولا تريده فهذا الاجتياح يحدد لها أو يحقق لها الحد الأدنى من طموحاتها على مستوى التهديد للأمن القوم التركي بوجود كيان كردي مستقل ترجمة نانسي قنقر